تلقت الدبلوماسية الجزائرية تعليمات صارمة من الحكومة تنفيذة لأوام الرئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد هذي في أحدى من جرائدهم بضرورة تتبع مسارات الإنابات القضائية المتعلقة سواء باسترداد العائدات الإجرامية والأموال المنهوبة أو الذمة المالية لمسؤولين ووزراء رجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق وكشفت مسادر أن الوزارة الأولى بالتنسيق مع القضاء الجزائري طلبت من الصفراء عبر العديد من الدول من 11 دولة صنفت كجنات ضريبية لتهريب الأموال بضرورة التجند بمتابعة مصير إنابات قضائية كان القضاء الجزائري قد أصدرها إلى آخره إلى آخره وأن هذه الدول للأموال فيها هي على غرار سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ليكسنبورغ، باناما، بريطانيا العظمى، إيرلندا الشمالية، الصين الشعبية، الولايات المتحدة، كندا، الإمارات العربية المتحدة طيب قال لك راهم دائر الحالة والتجنيد وباش يجيبوا هذا المال واش عام بعد؟ وقد أشار البيان السياسة العامة للحكومة في 22 في الشق المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى إصدار 219 إنابة قضائية دولية نفذت منها 43 وتجري معالجة 156 منها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية موضحا أنه تم الحرص على إحباط محاولة إخفاء أو تبديد أملاك عقارية إلى آخره وأنه، هذا اللي يهمنا، تمكنوا من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقار من بينها قصور وشقق في فرنسا ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة للخارج سمعوا مليح هذه، 44 قصر وشقق في فرنسا ما قالوش بلد آخر لكن هم لما جوا يمدوا المعلومة كالطريقة الكذب انتاحهم ذكروا 12 دولة قال لك راهي إنابات قضائية ورانا استرجعنا وراهي هاد الإنابات القضائية وصلت للدول والأخرى رايح هتوصل باش نسترجعوا ومن بعد جوا لاحوا معلومة قال لك وأن الدليل جزائر استرجعت 44 عقار هو عبار عن شقق وقصور وفيلات في فرنسا مشنو هاد العقارات؟ في حقيقة هاد العقارات ما همش انتاع موشتع لا حداد ولا تحكوت ولا بن حمادي اللي رهم طبعا الآن رمسا محل وباش يزيد ينهاب أكثر ولا علمي ولا هذك اللي هرب لهم لبنان ولا بلقصير أبدا هذه باختصار بسيط هي العدد مش 44 أولا العدد لا يزيد عن 25 شقق وفيلة إلى آخره وين كانوا؟ كانوا في فرنسا عند ناس عاطينهم الناس بوتفليقة كان مدهم مد هذا الواحد دار فيه خير قبل 50 سنة واحد عاما يشعار فتحك معاكش نهار واحد سكر معاكش نهار مد لهم بوتفليقة في تلك الفترة فمد بوتفليقة مئات الشقق والفيلات اللي تملكها الجزائر الدولة الجزائرية اللي مدها عبدالعزيز اللي مدها سعيد اللي مدها أخوه عبدالغني اللي مدها الآخر إلى آخره مدوها ناس بالمعرفة ومرات يحطوا فيها نساء فاسدات للفساد إلى آخره كل ما هناك استرجعوا حوالي 10% 10% فقط مش 44 كما قالوا حوالي 25% من هذه العقارات لأنهم قالوا لهم خلاص بوتفليقة راح وانتم بوتفليقة هو اللي اعطاها لكم يرجعون الانفاتح ولما ترجعوناش ندوكم عند القاضي الفرنسي وبما أنهم هذون ما عندهمش عقود كانوا ساكنين في هذه الفيلات وفي هذه الشقق لأن بوتفليقة هو اللي حبي يسلمها لهم أو مش برك بوتفليقة بالمناسبة كايلي كان يسلمها التوفيق كايلي سلمتها الDRS وكايلي كانت تستعملها مراكز DRS باش تدير فيها الفساد هم ندخلون في الحساب ونقولوا هذو استرجعناهم من الأموال المنهوبة لا هذه أملاك باسم الدولة الجزائرية موجودة في فرنسا كما قلت أقل من 10% الحقيقة الأملاك هذه هي مئات الشقق والفيلات ومنين هذه الأملاك بالمناسبة هذه في الغالب هذه الأملاك كانوا يا إما فرنسيين يا إما جزائريين مع الاستقلال تبرعوا بها الجزائر وكايين كانوا فرنسيين مع الثورة الجزائرية قلوهم مع الثورة الجزائرية أو أجانب حتى مش فرنسيين وكايين جزائريين تبرعوا بها وكايين اللي شرعتهم الدولة الجزائرية أنا ذاك 60-70 قالوا ندروا شوية استثمارات إلى آخر شرهم في فرنسا فقط ومع ذلك أغلبية الدبلوماسيين الجزائريين اللي في فرنسا مأجرين ما يستعملوش في هالشوقاق وهذه الفيلات كان المفروض يستعملوها لأنها ملك الدولة الجزائرية باش الدولة الجزائرية ما تخلصش عليهم الكراء الكراء في فرنسا لا يقل عن 4,000 أورو وفي الغالب يدور في حدث 6,000-8,000-10,000 أورو بالنسبة للدبلوماسيين خاصة كبار دبلوماسيين مرات يصل إلى هذا الحد كاللي كارين شوقاق يخلص كل الدولة تخلص كل شهر 5,000 أو 6,000 أورو عليها كان المفروض يستخدموا الشوقاق اللي هي ملك للدولة الجزائرية لا ما يستخدموهاش لأن غالبيات هذا الشوقاق تتمد لإصحابهم وإحبابهم ومعارفهم وفسادهم يدوروا فيها الفساد وكل ما هناك أن السفير السابق في الحقيقة عنطر داود الذي تمت الإطاحة به قبل أشهر قبل شهرين كان خذى موقف هجومي واسترجع حوالي 25 مبناء من هذه المباني إذن كي يقول لك استرجعنا ولا سنتيم واحد استرجعوه ونتحداهم أن يقولوا منين هذه الأموال يخرجوا قائمة يقولوا ها هذه ابنها من عند حداد ولا هذي من عند بن حمادي ولا هذي من عند علمي ولا هذي من عند تحكوت ولا هذي من عند كل المجرمين الكبار نتحداهم مش صح كذب كله كذب لكن هو لو كان نسمع حقيقته واش كان قال أنا ذاك قصة قديمة ولذلك لما حرجوه الناس وحرجوه الرجال والمعارضين والمعارضات وبالحقائق وقالوا له وين وين هذي الكلام هذي الكلام وراه أنني عارف وين الأموال جماعة العسابة وبأني نسترجحها وقدر نجيبها 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 كيف يعني نجيبها زيدنا كده إلى المتحريين ولا 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 لن يتزل ليس يşekkür أنني أتزل 10 ملاير لا 5 ملاير 20 ملاير 17 ملاير اللي نلتكلم عن ط phenomenon fikir 100 ملاير لكن سيكون 10 ملاير سيكون لا لا يقول لا يقول كل شيء يقومون بالخطط 10 ملايات دولار أين 10 ملايات دولار صدقوني يا إخوان 1000 دولار لا نقول مليار وقال لدينا عشرات المليارات قالوا أين 10 ملايات 1000 دولار ما استرجعوها بل بالعكس حتى هذه الوفود اللي بعثوها لما وصلوا لأن هذه الحوايجة أنا عارفها منذ زمان مش جديدة علينا يعني حتى لما كنت تبعتها في أيام بن علي وأيام مبارك وأيام وحتى كان عندي اهتمام خاص يعني عارف بلي الجزائر منهوبة تبعت الموضوع قريت عليه وشفته هضرت حتى مع خبراء مرات و قال لك هذا المواضيع مش سهلة هذه تحتاج إلى خبراء حقيقيين يعرفوا قانون الدولة اللي الأموال هربت لها معرفة دقيقة ثم يعرفوا الأماكن هذه العنوين ثم يعرفوا الشركات من يمتلكها لأن في الغالب أسامي شركات وكي تكون بأسامي شركات يتم الدولة عن شركة تشري شركة تشري شركة تشري شركة إلى درجة أنك ما تعرفش كون هو المالك الحقيقي لأن هذا عندهم طبعا هذا نهب ملاير دولارات وعندما يأتي إلى خبراء هنا في الغرب خبراء محامين خبراء أو المحاسبين وكان شركات متخصصة في تمويه الأموال المنهوبة متخصصة يجوه هذو اللي ينهبوا أموالنا يقولوا شوف أنا مثلا القيمة الإجمالية قال أنا عندي مليار دولار يشوف شركي قال أنا عندي مليار دولار نريد أن نستثمرها في أماكن متعددة هم يفهموا يقولوا أوكي إحنا نخذوا دائما يخذونهم بين 2 إلى 5% حسب القيمة يعني يقولوا إحنا نخذوا مثلا 3% أو حتى 5% من هذا المبلغ لكن راح نحطوها في أماكن الجن ما يعرفهاش لأنهم ما عارفين نهبين هذه الأموال وهذه ماقعة مع الصينيين مع الروس مع الأفارقة ومع الخليجيين لنهبين الأموال وأنا طلعت على كاشنهارد إن شاء الله ننشر ملف كامل كيف يتم تهريب الأموال واللي يبحث مليح واللي يعرف الإنجليزية يقدر يلقى ما يحتاجنيش لكن كاشنهارد ننشره ربما مترجم إلى العربية والفرنسية حتى باش الناس تشوف كيف يتم تهريب الأموال وإخفاءها أو حتى ننشر بعض البرامج التلفزيونية اللي نشيرها يعني كي نمزاف يجيوا ويقول لك رهم أرسلوك تعنا الإنابات القضائية هذه تعنابات القضائية خلينا أعطي لكم مثال سرع في جونفي في 16 جونفي 2012 أعتقل أخونا الدكتور مرد هنا في فرنسا بطلب من العصابة في الجزائر على أهداري اللي تهم بالإرهاب ما الإرهاب وحكم عليه بالإعدام وبالمؤبد وإلى آخره فطبعا الفرنسيس كانوا شاريين كانوا يستنوا في شارية المراد هنا اللي مقدروش يعتقلوه في 93 جاءوا يعتقلوه في لحظة معينة هو كان يخدم في السيرن مركز أوروبي للنووي أهم مركز أوروبي نووي في أوروبا وهذا المركز موجود ما بين فرنسا وسويسرا لما سمع بل في اعتقالات للمعارضين تعال العسكر في 93 صوتع يعني كان في الحدود ما بين سويسرا وفرنسا خرج لسويسرا وكان يقيم في فرنسا وبقي هناك من 93 الآن راح حاصل ثم عنده 29 سنة وكي نقول حاصل علاش لأنه حتى 2012 ما كانش عنده إقامة كان عنده قرار بالطرد وكانش عنده الحق في العمل على سبيل المثال المهم في 2012 النائب العام بروكيرو جنيرال فرح في فرنسا هذا مردهين كنا حوصلها وجاء برجليه وعلى كل حال احنا ما نحتاجوش لأن سلموه الجزائر داروا له 40 يوم أعطاه للنظام الجزائر 40 يوم باش يسلم لهم الملف في الأدلة باش يحولوه باش يحولوا مردهينها فاتف 40 يوم مسجون رح مسجون أب لستة أطفال دكتور في النووي بقى ساجين هذه الربعين يوم الأولى وبعد قالوا لهم ما عطونا ما زيدونا ربعين يوم وحدة أخرى رح يتخلطط النوم ملفات كثيرة زادوا لهم ربعين يوم وحدة أخرى ثمانين يوم مرة أخرى أب عنده ستة أطفال عنده زوجة عنده مصالحه وعنده أشياء كثيرة وقالوا من بعد في الجلسة الثالثة نحضرت جلستين النايب العام نزعج بشدة قال لهم مرة نشادين الراجع أعطونا الملف ولا نطلقوه زادوا قالوا لخلاص زيدونا ربعين يوم أخرى فقط ورح نعطوكم الملف زادوا لهم ربعين يوم أخرى بعد مئة وعشرين يوم ربعا شهر لا كثار قد يشدوه شدوه في جنفي وأطلق صراحه في بداية جويلة يعني يشدوه خمسة شهور ونص خمسة شهور ونص مش عارف علش زيادة هذيك زادت المفروض تكون ربعا شهور لأنها ربعين يوم ربعين يوم ربعين يوم هي ربعا شهور لكن هو شدوه خريب ست شهور في النهار اللي جاو يحاكي نهار اللي جاو خلاص قالوا اليوم نفصله النايب العام اللي كان متحمس جداً لاعتقال دكتور مرد هنا باش يسلموا العصابة شن هجوم عنيف على النظام الجزائري وقال لهم قالوا ان عندهم أدلة عندهم أدلة عندهم أدلة ودار وعمل ومنش عارف جاب طيارة على السلاح الاخره لم يقدموا لنا شيء واحد يمكن في طرق قانون ممكن اعتباره يا دليل هذا دليل لا شيء واحد كلام انتع صحافة فارغة بروباقاندا تعال بروباقاندا اللي كانت أنا ذاك في الوطن ولا في ليبيرتي ولا في الماتا ولا حتى في الخبر ولا ما نشعارف أو الشروق كلام فارق لا يعني كلام جرائد كما يقال مع أنهم كانوا قالونهم مؤكد ونحن نبعث لكم كل الأدلة واعتذر النائب العام لمراد هنا ولي أسرته وقال للأسف ما أعطوناش واش وعدو مراد رد قال أنا أشعر بالانزعاج يا ليت يا ليت يا ليت ما دروش هذا البؤس للجزائر لأن في النهاية نائب العام كان يقول لا الجري لا الجري لا الجري قال لهم فيتسي بالا الجري هذه مافيا هذه لكن قال لك شعرت بإهانة وقال لهم ثم قال لهم شعرت بإهانة حقيقية لأن بلادي قاعد الفرنسي يقول فيها باللي هؤلاء متخلفين وما يعرفوش القانون ووو ولا دوسي فارغ 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 للأسف ما زال بعض الذين من الزيرات يعودوا يتكلموا مراد هنا ودار الإرهاب ومنش عارف واختل الصحفيين كلام فارغ بطبيعة الحال لأن الدليل ها هو حسمته حكمته فرنسا وما لم تقى شيء حكمته فرنسا وعلى الأقل وقفته في انتظار أن يجي ملف كامل كما كان يقال بروباغندا كلام فارغ فباش تجي انتا للمال هذي في قضايا شخص ديرين له ديرين له شيطانا على المستوى العالمي باللي إرهابي ما قدرتوش تثبتو واحد فلم يملي الدعاءات نايب العام قال لهم ولا دليل صغير ما كانش نايب العام فرنسي تجي انتا في قضايا المال اللي فيها خوباراء منتع التهريب المالي اللي فيها خوباراء أكبر ويدوا أموال ضخمة لأن اللي يجيب لهم مليار دولار إلى الدو منها خمسة في الميارة أي خمسين مليون دولار ولذلك هذه الشركات استخدم أفضل العقول في العالم لتهريب الأموال ممكن استرجاع الأموال الجزائرية عندما تقوم دولة القانون عندما يكون هناك جزائريين ومعهم خوباراء عالميين ويستفيدوا من تجارب دول سابقة وتكون عندهم لوبيات في البرلمانات الأوروبية اللي ممكن تغير القوانين أو تساعدهم على كشف السرية البنكية لأن قضية السرية البنكية هذه ليست سهلة خاصة في سويسرا أو في بلدان مثل هذه وفي الدول اللي تسمى ملاذات باية انتم ما تجيو جيبوه إذن كل ما تسمعونه هو عبارة عن بضعة شقق وبضعة فيلات استرجعوها من أصل أكثر من مئتين وخمسين أو ثلثميات فيلا وشقق استرجعوها كانوا مدينها لصحابهم صحاب بوتفليقة بوتفليقة مات هاي رجحهم الناو ودرك يعطوهم لصحاب شنغريحة وصحاب تبون وصحاب جبار مهنة أنسي تسويت